كامل نافلة في النصف الثاني قال عليه الصلاة والسلام إذا كان النصف من شعبان فلا تصوم إذا كان النصف من شعبان فلا تصوم فهذا الحكم بالنسبة للناس اللي ما لهاش عادة في الصيام طول السنة في ناس كده من أول جمادة أو من أول رجب بيقول رمضان قرب أما انصموا كده اتنين وخميس نعودوا نفسين على الصيام الناس اللي بدت تصوم من جمادة لهية أو من رجب دية إذا كان النصف من شعبان فلا تصوم بعد 15 شعبان خلاص تريح عشان تاخدوا الأسبوعين لفضلين كده للنقاها واستجمام كده واستعداد للدخول على رمضان كده بنشاط وحيوية قوة إن شاء الله تعالى لكن ناس اللي ربنا موافقها بتصوم على طول طول السنة اثنين وخميس وثلاثة أيام من الشهر أو أكثر من ذلك فهؤلاء لهم أن يصوموا في النصف الثاني من شعبان عادتهم حتى لو وافقت عادتهم يوم الشك لذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم فالجمع بين قوله إذا كان النصف من شعبان فلا تصوم وبين هذا الحديث هو ما ذكرناه أن من كانت له عادة طول السنة فهذا يصوم عادته حتى لو وافقت يوم الشك يعني لو يحب طول السنة اثنين وخميس إلا ما نظر مش مشكلة بس الغالب عليه أنه يصوم اثنين وخميس لو جه يوم لتنين يوم الشك أو يوم الخميس يوم الشك وهو بيصوم اثنين يصومه لا حرج في ذلك أما الناس اللي يهم الله عادة طول السنة إنما يعني كما قلت من أول جمادك كده من أول رجل يصومه هؤلاء إن شاء الله ينتهون عن الصيام بعد النصف الأول من شعبان أما الناس المتأخرة في قضاء ما عليها ولسيما النساء المؤمنات التي يفطرنا في رمضان للدورة الشهرية وغيرها ومن كان مريضا الناس اللي أفطروا في رمضان الماضي أياما بعذر المرض أو السفر أو أفطرت المرأة بعذر الدورة الشهرية ولم يقضوا بعد فهؤلاء يجب عليهم أن يعجلوا أن يعجلوا يصوموا في النصف الثاني مش مشكلة إن هذا صيم فريضة من صيم التطوع الذي ذكرناه في صيم التطوع أما الصيم الفريضة يصام في أي وقت فالناس اللي سمدينة وفضل عليها أيام من رمضان الماضي ننصحهم بالتعجيل ننصحهم بالتعجيل بصيام ما عليهم قبل دخول رمضان إن شاء